اعتمدت فعاليات التحالف الوطني للعمل الاهلي تلموي ومنها مبادرة كتف في كتف على تقديم مساعدات حققية تتمشى مع قاعدة بيانات واضحة تضمن وصول المساعدات لمستحقها تستهدف المبادرة تعبئة وتوزيع أكثر من أربعة ملايين صندوق من المواد الغدائية على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا من رحم الشعور بالمسؤولية من كافة المؤسسات وتكاتفها بجانب بعضها البعض ولدت مبادرة كتف في كتف مبادرة تستهدف تعبئة وتوزيع أكثر من أربعة ملايين صندوق من النواد الغذائية بكافة ربوع الجمهورية على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا للتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية المتلاحقة عالميا المجتمع المدني تجلى دوره مؤخرا حيث اعتمدت فعاليات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومنها مبادرة كتف في كتف على تقديم مساعدات حقيقية تتماشى مع قاعدة بيانات واضحة تضمن أصول المساعدات لمستحقيها ومن هنا وإيمانا بدورها أعلنت الدولة عام 2022 عام المجتمع المدني كما تعقف على خلق ظروف مواتية لتعزيز المجتمع المدني في ظل ظروف عالمية أثرت بشكل سلبي على مساحات المجتمع في معظم أنحاء العالم الرئيس السيسي يتصدر دائما ملف الحماية الاجتماعية فمنذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية وجهت القيادة السياسية الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية وتوفير وتأمين السلع الغذائية للمواطن المصري الثاني من مارس الجاري كان شاهدا على تبني الدولة ملف الحماية الاجتماعية حيث اتخذ الرئيس السيسي قرارات عاجلة التنفيذ بداية من شهر إبريل المقبل منها تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة ولحامل درجتين المجسير والدكتوراه من العاملين بالقطاع الحكومي وأيضا زيادة المعاشات بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضربية على الدخل السنوي هذا وتعد المبادرات التي يجريها المجتمع المدني رقنا مهما في عملية التنمية بالدولة وداعما أساسيا لمثلث التنمية والحماية الاجتماعية مع القطاع الخاص وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تجريها الحكومة لتوفير غطاء آمن للفئات الأكثر تضررا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة